اهلا بكم سيداتي وسادتي في عدد جديد من حصة إضاءات نحاول في هذا العدد أن نسلط الضوء على الأحداث الجارية في منطقة الساحل والسحراء منطقة الساحل الإفريقي نحاول أن نعرف طبيعة هذه المنطقة من ناحية الجيوسياسية معتبارها الجوار الإقليمي للجزائر ومجالها الحيوي نحاول أن نفهم ما الذي يجري بالضبط من نشاط للجماعات الجهادية المتطرفة بهذه المنطقة وتحالفها أيضا مع المنظمات الإجرامية ونحاول أيضا أن نفهم ما الذي يمكن أن يقدمه الاتحاد الإفريقي لتسوية النزاعات في هذه المنطقة وعندما نقول الاتحاد الإفريقي نتحدث عن الجزائر ودورها في هذه المنطقة باعتبارها كان دائما وسيطا موثوقا به في مختلف النزاعات سواء كانت تعلق الأمر في القضايا الإفريقية أو العربية أو الدولية لمناقشة هذه المحاور سيداتي وسادتي نسعد باستضافة الدكتور أحمد ميزاب باحث ومحلل في القضايا الأمنية والإستراتيجية مرحبا بكم دكتور أهلا وسهلا بك سعيد جدا بأن أكون معك في هذا الفضاء من برنامج إضاءاته الذي من خلاله أنت تسلط الضوء على موضوع يكتسي بالغ الأهمية في معادلة الإفريقية دكتور أحمد ميزاب منطقة الساحل الإفريقي شهدت في العشرية الأخيرة العديد من النشاط الإرهابي للجماعات الإرهابية هذا طابع الديني المتطرف الرادقالي ولحظنا في وقت لاحق أنها تحالفت مع المنظمات الإجرامية والمعروفة بجارها بالمخدرات وغيرها دكتور قبل أن نستعرض هذا الموضوع هل يمكن أن تحدثنا عن هذه المنطقة؟ ما المقصود بمنطقة الساحل والصحراء؟ أولا لما نتكلم على منطقة الساحل الإفريقي فنحن نتكلم على منطقة تكتسي أهمية جيوستراتيجية بالغة من حيث عدة اعتبارات أولا الاعتبار التاريخي بالنسبة للفكر الاستعماري والتمدد الاستعماري ومحاولة توظيف هذه المنطقة وشعلها شريان لتغذية القارة الأوروبية وعلى المستوى الثاني أن الأهمية الجيوستراتيجية والأهمية البالغة لمنطقة الساحل الإفريقي تكتمل كذلك في مواردها وطراءها بالطاقة فنحن نتحدث عن طراء هذه المنطقة في مادة الذهب نتكلم كذلك عن الثراء في مادة اليورانيوم نتكلم عن الثراء كذلك في مادة الحديد نتكلم عن الثراء كذلك في الطاقة في مجال البترول وغيرها لما نتكلم مثلا على اليورانيوم نحن نتكلم على أن النيجر هو ثالث مصدر لليورانيوم ويغذي القارة الأوروبية بأكثر من 12% من احتياجاتها لهذه المادة لما نتكلم عن الذهب نتكلم بالدرجة الأولى على مالكة ثالث كذلك قوة في القارة الأفريقية من حيث انتاجها لهذه المادة لما نتكلم كذلك على النفط نتكلم على تشاد تنتج أكثر من 200 ألف برميل يوميا نتكلم على نيجيريا وما تشكلها كذلك من قوة في هذا المجال نتكلم على عدة امتيازات موريطانيا بتلا الحديد وهي تشكل كذلك قوة في هذا المجال بالتالي نحن نتحدث على أن هذه المنطقة هي تشكل ثروة حقيقية من حيث ما تكتسيه من ثروة طبيعية على مستوى ثالث المورد البشري كذلك الذي يشكل نقطة مهمة في مجال جعل هذه المنطقة نقطة استقطاب فبالتالي نحن من حيث الأهمية نتحدث دائما على أن منطقة الساحل أو الذي يمتد طولها 3 مليون كيلومتر بمعنى أنه من موريطانيا إلى غاية السودان فنحن نتحدث على أن هذا يشكل جسر رابط وبالتالي هو يعتبر نقطة استقطاب للقوى وهذا ما جعل هذه المنطقة تتحول إلى ساحة تنافس إلى ساحة كذلك صراع بين القوى الكبرى صراع كذلك حول مناطق النفو من هنا تكمن الأهمية الاستراتيجية لمنطقة الساحل الأفريقي لو نعود إلى البداية يا دكتور أحمد ميزاب أنت أولا باعتبارك متابع ومهتم بهذا الشأن يعني بمثل هذه المسائل كيف نمت الحركات الجهادية المتطرفة في هذه المنطقة ما هي الأسباب التي جعلت من مثل هذه المنظمات تنشط بهذه الكثافة ضمن هذا المساحة الواسعة لا لما نتكلم أولا على تطور نشاط الجماعات الإرهابية وتطور مسار التنظيمات الإرهابية في منطقة الساحل الأفريقي علينا أن نعود إلى التشخيص الواقعي إلى التشخيص الدقيق إلى التشخيص الذي يجب أن يسمي الأشياء بمسمياتها ويضع النقاط على الحروف أولا أننا نتحدث على ارتباط متعلق بالدور الخارجي الذي كان يغدي هذه التنظيمات وكان كذلك يسهم بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر في تمدد هذه التنظيمات وانتشار هذه التنظيمات باعتبار أنها تحولت في مرحلة من المراحل إلى عامل بقاء أو عامل ديمومة للوجود الخارجي أو من خلاله يتم توظيف مبدأ التدخل العسكري لمحاربة الظاهرة الإرهابية وغيرها ورأينا شرعنت تدخل أجنبي من هذا الباب ورأينا آخر تجربة مثلا بالنسبة للجانب الفرنسي يعني أكثر من عقد من الزمن وهو يوظف هذه الورقة ينتقل من عملية إلى عملية بمسمى الحرب على الإرهاب ملحقة الجماعات الإرهابية لكن في نهاية المطافة المحصلة وعكس ذلك من ناحية الثالثة كذلك أننا نتحدث على المعضلات الأمنية الخامسة التي تشكل عامل من العوامل إلى تشكل مثل هذه الظواهر المرتبطة بالواقع السياسي للدولة الأفريقية وانتشار ظاهرة ما يسمى بالانقلابات العسكرية في وقت سابق نتحدث على الواقع الاقتصادي والهشاشات البناء الاقتصادي الذي سبب في إنعدام فهوم التنمية وبالتالي بروز عدة إشكالات وفوارق اجتماعية وصراعات وغير ذلك بعض يسميها يا دكتور ضعف دولة المركزية هنا تختلف من دولة إلى دولة تتخليها نوع ما عن المناطق الريف التي تنشط فيها أكثر مثل هذه الجماعات هي تختلف من دولة إلى دولة لكن في المحصلة غياب مفهوم التنمية هو معناه بروز الفوارق بين المناطق إلى غير ذلك المستوى كذلك الثالث وهو المتعلق بالحقاب الاستعمارية وما خلفه من آثار أثرت بشكل كبير جدا على البنية الاقتصادية البنية السياسية البنية الاجتماعية وحتى كذلك البنية الثقافية والدينية وهذا ما شكل إلى بروز تيارات إيديولوجية متصارعة متخاصمة وتتحول إلى حركات متطرفة نهي كذلك على المسألة المتعلقة بالصراعات الإثنية والقبالية المتعلقة بالجانب الهوية والنقطة الأخرى وهو التحالف العضوي ما بين الجريمة المنظمة والظاهرة الإرهابية من ناحية ثالثة نتحدث كذلك على تشكل الظاهرة الإرهابية وتمدد الظاهرة الإرهابية وتغدد الظاهرة الإرهابية من الصراعات وحالة عدم الاستقرار التي تعرفها كثير من هذه الدول وهو ما يوفر رواق آمن لهذه التنظيمات في البروز وفي التحرك وحتى كذلك في كسب ما يسمى بالبيئة الاجتماعية الحاضنة باعتبار أنها تجد حواظ توفر الحماية والبقاء لهذه التنظيمات وهو ما أدى إلى استفحال هذه الظاهرة وانتشارها في المنطقة دكتور أحمد ميزاب إذا نحن يعني تبعنا ما كنت تكرمت بتقديمه حول أسباب هذه التفشي هذه الظاهرة هل الدول الإفريقية المعروفة يعني على طولها المنطقة الساحة الإفريقي هل فعلا كانت لم تجد لنفسها كيف تتأقلم مع هذا الواقع الجديد كيف يمكن لها أن تكافح وتحاول تكافح مثل هذه الأنشطة الإرهابية لم تكن مهيئة لمواجهة مثل هذا التطورات هنا نتحدث على مجموعة من الإشكالات المعقدة التي تفرض نفسها في الإجابة على هذا السؤال المهم والمحوري باعتبار أنه أنت سبق وقلت ضعف الدولة المركزية ضعف الدولة المركزية هو يؤدي إلى العجز في كيفية بلورة مقاربة لمحاربة هذه الظاهرة هذا واحد الثنين الصراعات الداخلية والصراعات الإثنية وحتى كذلك الاجتماعية والفوارق بين الشمال وجنوب وغيرها تؤدي كذلك إلى عدم وجود رؤية موحدة في كيفية محاربة هذه الظاهرة ما أراه أن ظاهرة إرهابية يشكل تهديد لمفهوم الدولة قد تراه أن تعكس ذلك وكأنه قوى تشكل نقطة حماية أو نقطة قدرة على المواجهة في إطار فرط سياسة معينة أنه كذلك مرتبط بشكل آخر كذلك بالفعل الخارج الذي لطالما كان يتدخل ويؤثر في بلورة الاستراتيجيات الوطنية ويقدم ويقوم بعملية تسويق أو استيراد مقاربات عرجاء في مجال محاربة الظاهرة الإرهابية وهو ما أدى إلى عدم قدرة هذه الدول على مواجهة هذه الظاهرة أو على بناء على الأقل سياسة وطنية موحدة لمحاربة الظاهرة الإرهابية ومن ناحية الثالثة الفكر الاجتماعي الذي يلعب كذلك دور باعتبار أنه في بعض الدول نجد بأن هناك حواظ اجتماعية لهذه الظاهرة وبالتالي نحن نتحدث على إشكالية معقدة باعتبار أنه في منطقة الساحل كلما كان هناك حديث على التهديد الإرهابي كلما كان هناك تهرب من معالجة الأسباب التي أدت إلى بروز هذه الظاهرة أو إلى نشأة هذه الظاهرة وحتى إذا كان هناك محاولة التطرق ولو نظريا لهذه المسألة وهناك غياب الأدوات التي يمكن من خلالها تحقيق المقاربة في مجال محاربة الظاهرة الإرهابية نهي كذلك على محاولة تبني المقاربة الأمنية المخضى في محاربة الظاهرة الإرهابية وهي مقاربة لا يمكن لها أن تقدم نتائج إيجابية قد تقدم نتائج ظرفية محدودة لكن لا يمكن لها أن تكون ذات طابع الاستدامة في مجال محاربة الظاهرة الإرهابية بقدر أن يجب أن يكون هناك تبني المقاربة المتكاملة التشاركية الكلية في مجال محاربة هذه الظاهرة دكتور أحمد ميزاب البعض يربط بين تنامي النشاط الجماعات الدينية المتطرفة الراديكالية وما وصفه البعض بالربيع العربي إنما نحن نراه كان خريفاً عربياً والكثير من الدول يعني وقعت فيها ضعفت فيها الدولة وتحولت مثل ما يجري في ليبيا إلى أي مدى فعلاً كان هذا سبباً أيضاً رئيسياً في تنامي انتشار ظاهرة السلاح وتهريبه إلى هذه المنطقة خليني نقول أولاً محاولة الربط أعتقد بأنها مسألة تريد أن تقودنا إلى زاوية مغلقة أولاً علينا أن نتفق من حيث المبدأ على أن الظاهرة الإرهابية واحدة لا تختلف من منطقة إلى أخرى لأنه كان الآخر يريد أن يسوق لنا مفهوم ما يسمى بالإرهاب الإسلامي أو إعطاء سبغة دينية للظاهرة الإرهابية هو العكس الإرهاب له صناعة واحدة يراد من خلاله أن يكون أداة للتوظيف في إطار التفكيك في إطار إعادة رسم الخارطة في إطار السيطرة على مناطق النفوذ إلى غير ذلك من الأدوات التي توظف من خلالها هذه الظاهرة ندي بذلك أعتقد بأنه بانتشار هذه الظاهرة ورأينا أنه في المحطة بين 2014 إلى غاية 2018 اندقلنا من الحديث على الإرهاب الذي تعرفه المنطقة الإفريقية أو الذي تعرفه منطقة الشرق الأوسط إلى ما يسمى بالإرهاب العالم الذي أصبح شبه يومياً يضرب كل دول العالم ويهدد كل دول العالم رأينا أوروبا كانت تحت وطأة التهديد الإرهابي والفعل الإرهابي رأينا أمريكا كانت كذلك تحت وطأة التهديد الإرهابي آسيا كل القرات وكل دول العالم كانت تحت التهديد ومؤشرات التحذير كانت في شكل تصاعدي إلى غير ذلك من الأمور وهذا ما يعطينا الصمغة بأنه يشكل أداة توظف في إطار تنفيذ سياسات عالمية أو برامج معينة لذلك أعتقد بأن التخريب العربي بين قوسين يراد أن يسوق له الربيع العربي وإن كان لم يقدم نتيجة للدول التي عرفت ذلك بقدر ما أنها اليوم تعيش مجموعة من الانتكاسات ومخاضات العسيرة والصعبة هو كان يراد من خلاله نشر التهديد الإرهابي والظاهرة الإرهابية لعديد من الاعتبارات يعني أولا رأينا بأن مفهوم الدولة الوطنية تحول في عديد من هذه الدول رأينا التركيبة الاجتماعية أصيبت بشرخ أصيبت كذلك بانقسام بتفكك وبتفتت رأينا كذلك بأن اقتصادات هذه الدول عرف نوعا من حالات الانهيار وهي اليوم دول مدانة ودول تبحث كذلك على ديون لدى صندوق النقد الدولي وغيرها نتحدث على أن هذه الظاهرة بقدرة قادر تسيطر على مكان من القوة والطاقة وأن هذه الظاهرة تحولت من العمليات المعزولة المنفردة الخفيفة إلى العمليات المركبة المهيكلة الثقيلة بالتالي نحن نتحدث على التطور في الأداء الاستراتيجي لهذه الظاهرة هذا ما يعطينا ربط بأن المسألة بعيدة كل البعد على أن نقول بأنها انتقال بقدر ما أننا نتحدث على توظيف هذه الظاهرة في إطار تنفيذ مشروع وبالتالي المنطقة العربية حينما عرفت ما يسمى بالربيع العربي كان الحديث على مشروع سايكس بيكو 2 يعادة تقسيم المنطقة العربية ورأينا الآثار والإنعكاسات لذلك نحن اليوم نتكلم على مجموعة من المعطيات التي يجب أخذها بعلي اعتبار في الدراسة أو في التحليل أو حتى كذلك في متابعة سيرورة تطور هذه الظاهرة بالعودة إلى منطقة الساحل الإفريقي دكتور أحمد ميزاب في تقديركم إلى أي مدى سهمت القوى الأجنبية في تأجيج الصراعات داخل هذه المنطقة وتمويل أيضا نشاط الإرهابي من خلال دفع الفدية من أجل الإفراج عن الرائم مقابل أموال ضخمة سهمت في تمويل الجماعات الإرهابية المتطرقة دعني أقول أولا نحن ندرك جيدا حينما ننزل إلى الشارع الإفريقي ويطرح السؤال البسيط من الذي يصنع السياسات الجواب سيكون الحديث على القوى الخارجية التي تؤثر في صناعة القرار وصناعة حتى كذلك السياسات والقادع والمشهد السياسي والاقتصادي والاجتماعي من الذي يتحكم في الأداء الاقتصادي سيكون الحديث على الشركات العالمية التي تنزف ثروات هذه الدول دون ما أن يكون مقابل لصالح شعوب هذه الدول حينما نتحدث من الذي بحكم التقارير التي يصدرونها هم يدين هذه الدول بتمويل الجماعات الإرهابية فالجواب سيكون واحد وواضح ومحدد أن التأثير الخارجي عاث فسادا في المنطقة أثر في حالة الاستقرار وإنما كان عامل لا استقرار بالنسبة للمنطقة لارتباطات اقتصادية وغيرها ومن ناحية ثانية بأن انتشار الظاهرة الإرهابية تمدد الظاهرة الإرهابية تغول الظاهرة الإرهابية لم يكن هكذا من الحدم وإنما كان بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بتمويلات خارجية سواء كان التمويلات المباشرة عن طريق دفع الفدية من خلال التفاوض مع الجماعات الإرهابية أو من خلال تبادل الرهائن إطلاق صراح إرهابيين مقابل إطلاق صراح رهائن كانت الجزيرة تدافع من أجله دائما في المؤتمرات والمنظمات المتحدة بعدم جواز التفاوض مع الإرهابيين ودفع الفدية لهم الجزائر كانت من أبرز الدول التي أولا كشفت الحقيقة وكانت تدعو إلى عدم الدفع الفدية وكانت تناظل لأجل استصدار قانون يحضر دفع الفدية للأسف نحن اليوم نتكلم على لائحة أمامية تتحدث على تجريم دفع الفدية لكن كان المبدأ هو أن يكون قانون تجريم دفع الفدية حتى يكون له الأثر وقدر عن المجلس الدولي وليس عن الجمعية العامة بكل تأكيد أن الجزائر كذلك انطلقت من المنطلقات الأساسية وهو أولا أن الحرب على الإرهاب يجب أن ينطلق من محاربة ومعالجة الأسباب أن الحرب على الإرهاب والقدر على التحكم في محاربة هذه الظاهرة هو يجب أن يكون من خلال تجفيف منابأ تمويل هذه الجماعات إذا كان قوى دولية موجودة في منطقة الساحة الإفريقية ومتكلمنا على فرنسا على سبيل هذا الذكر وليس الحصر فقط تحارب بعنوان الحرب على الإرهاب في منطقة الساحة الإفريقية وفي نفس الوقت هي تدفع الفدية للجماعات الإرهابية مقابل إطلاق صراحة رهائن بمعنى أنه لا يستوي الأمران بين أنك تريد قطع رأس هذه الظاهرة ومن ناحية الأخرى أن تقدم لها شريان الحياة حتى تستطيع أن تستمر وتواصل في أداء جرائمها التخريبية في هذه الدول دكتور هل ما حدث أخيرا مثلا من إعلام فرنسا عن انتهاء عملية العسكرية برخان هل هذا يعود إلى نبوء ظاهرة العذاء الشعبي للوجود الأجنبي وتحديدا الفرنسي في هذه المنطقة هل يمكن أن نفهم ذلك من هذا لأن العملية بدأت في سنة 2013 ونلاحظ أنها أخفقت في هذا الذي يلاحظ من قبل المراقبين لا هو شوف المسألة يجب أن تقرأ من زاوية أكثر شمولية وأكثر التساع بمعنى صحيح نحن نتحدث على أنه في الفترة الأخيرة هناك ما يسمى التصاعد صوت الجماهير الإفريقية المناهض للوجود الفرنسي والذي تزامن وتحولات سياسية في عديد من هذه الدول وبروز قيادات جديدة ذات توجهات رافضة للدور الفرنسي في المنطقة ويحمل الجانب الفرنسي مسؤوليات التعثر الذي تعرفه منطقة السحل الإفريقي بصفة عامة هذا صحيح من جن ولكن علينا أن نأخذ كذلك من جوانب أخرى أن هناك ما يسمى بتصاعد التنافس الدولي خاصة وأننا في المعادلة الدولية اليوم نحن نتحدث على تحولات عالمية هناك صين عن طريق المشروع الاقتصادي هناك الولايات المتحدة هناك ذلك روسيا هناك بعض الدول الأوروبية التي تسعى بأن يكون لها وجود في المنطقة كألمانيا إيطاليا وغيرها تركيا أكيد الكيان الصهيوني الذي كذلك يسعى أن يتوغل وأن يخترق المنطقة الأفريقية صحيح هذا من جانب من جانب ثاني كذلك نحن نتحدث على التحول في الاستراتيجيات فرنسا في اعتقاد اليوم هي تسير في إطار إعادة ترتيب أوراقها الاستراتيجية وتحديد خياراتها الاستراتيجية بمعنى أنه قال نفس الشهور الرئيس الفرنساوي في هذا المجال يعني بمعنى أنه لا يمكن إقناعي بأن فرنسا سوف تسلم هكذا في منطقة الساحل الأفريقي الذي تشكل عمق استراتيجي بالنسبة للجانب الفرنسي علينا أن نقرأ ذلك بلغة الأرقام بكثير منها هي اختفت بـ 2500 جندي يعني بين النيجر وتشاد بالأساس فرنسا هي تريد أن تغير قواعد اللعبة فرنسا تسعى إلى أن تعود للمنطقة ولكن بأدوات جديدة غير الأدوات التقليدية التي أصبحت تدرك بأنها أصبحت أدوات غير مرغوب فيها أو غير مفضلة بالنسبة للمنطقة وانطلاقا من ذلك هي تعمل على البحث على كيفية إعادة بلورة مقاربة جديدة تحافظ على مكسبها تحافظ كذلك على مناطق نفوذها بشكل كذلك يعني 70% من الطاقة الفرنسية تأتي من النيجر شركات فرنسية هي اليوم مستثمرة في كثير من الدول وتستنزف ثروات الكثير من الدول لذلك في اعتقاده بأنه قد تتجه فرنسا إلى توظيف ما يسمى بالحضور عن طريق الوكلة والمواجهة كذلك عن طريق الوكلة بدل أن يكون هناك حضور مباشر واستنزاف وإلى غير ذلك خاصة في الظروف الحالية ولذلك الحديث عن الانسحاب مسألة أعتقد بأنه يجب أن نضحها بين قوسين لأنها مسألة ليست بهذه البساطة وليست بهذه السورة دكتور في هذا المشهد أين الجزائر؟ ماذا يمكن للجزائر أن تقدمه أو تلعبه كدور لها في منطقة الساحة الإفريقية؟ هل لدينا اليوم الإمكانات لأن نقوم بدور ما في هذه المنطقة؟ أولا لماذا نتحدث عن الجزائر ونحن نتحدث على منطقة الساحة الإفريقية؟ نحن نتحدث عن الجزائر لسا بحكم فقط الجوار وما نتقسمه من حدود جغرافية مع دول المنطقة وإنما نحن نتحدث على أن منطقة الساحة الإفريقي هي تشكل عمق للمعادلة الأمنية الاستراتيجية بالنسبة للجزائر هي تعتبر البعد معادلة الأمن القومي بالنسبة للجزائر الحديقة الخلفية بالنسبة للجزائر وبالتالي أي اضطراف في هذه المنطقة أو تحول عكسي في هذه المنطقة يعني عكسته وارتددته ستكون نحن الجزائر نتحدث من خلال المؤشيرات المختلفة سواء كان الهجرة الغير الشرعية أو المؤشيرات الاقتصادية في إطار كيفية مساعدة ودعم هذه الدول على تجاوز المخاضات الاقتصادية أو على مستويات مختلفة بالتالي الجزائر يعتبر محور استراتيجي للحديث عليه في إطار كيف يمكن أن نصنع الاستقرار والسلم في المنطقة وفي اعتقادي بأن الجزائر في هذا الصياق هي تمتلك من المؤهلات والمقاومات التي يمكن أن يؤهلها لأن تلعب دور أساسي في صناعة الاستقرار في المنطقة أولا لا ننسى بأن الجزائر كانت من الدول السبقة التي أسست ما يسمى بغرفة عمليات دول الساحل وهي تعتبر نقطة محورية في مجال محاربة الإرهاب عكس ما كان يقوم به الآخر في تدخلات عسكرية وأثرت سلبا هذه الغرفة تكون في التنصيق مع دول المنطقة وتعطي الأولوية إلى المقاربات الوطنية في مجال مكافحة هذه الظاهرة والتنصيق وتبادل الخبرات والتشارب المستوى الثاني المركز الذي تكتسيه الجزائر على مستوى الاتحاد الإفريقي وهذا الذي يعطيها أن تكون صوتا لهذه الدول مؤثرا في القرارات التي تتخذ من أجل الخروج بهذه المنطقة من المخاضر المستوى الثالث تاريخيا بأن الجزائر لعبت في القرارة الإفريقية وفي عديد من الدول وخاصة في هذه المنطقة دور في تسوية الأزمات وفي كذلك إقرار مشاريع تسوية لعديد من هذه الأزمات وبالتالي هي مؤهلة خاصة وأن اليوم إشادة دولية على مستوى عالي على مستوى مجلس الأمن ونقول مجلس الأمن الدول العضو في مجلس الأمن خاصة أن الدول دائمة العضوية على مستوى الجمعية العامة على مستوى الأمن العام والمتحدة الذين أكدوا أن الجزائر تلعب دور أساسي في صناعة الاستقرار وكذلك أهمية اتفاق الجزائر لسلم والمصالحة في مال والذي يعد وثيقة مرجعية المستوى الثالث كذلك القدرات والمؤهلات تمتلك الجزائر المستوى الاقتصادي على المستوى كذلك العسكري على المستوى كذلك السياسي وتأثيرته والذي يمكن له أن يكون فاعلا وعنصر تغيير لصناعة الاستقرار في منطقة تعيش مخاضات وتعيش تعثرات كبيرة جدا لأن المنطلق الأساسي الذي ننطلق منه هو أكثر الواقعية استقرار دول المنطقة من استقرار الجزائر دكتور ميزاف قبل ما نختم هذا العدد من هم حلفاء الجزائر في أفريقيا من بإمكانهم أن يساهموا معها في تعزيز موقفها في الدفاع لأنه يجب أن نعمل على تعزيز الحوار الوطني داخل هذه المنطقة وأن يكون الحل بالأساس قبل كل شيء إفريقيا خليني يقول لا أحصر ولكن سأعطي مثال لمرتكزات تسهم بشكل كبير جدا في العمل على بلورة هذا الطرح وهذه الرؤية تتكلم على جنوب إفريقيا بحكم ما عاشته وما عرفته وهذا ما شكل مواقفها في سياستها الخارجية ومبدأها في سياستها الخارجية بأن تكون دائما شريك في صناعة الاستقرار وفي بناء مقاربات السلم ومناصرة الشعوب التي تأنه تحت وطأة الاستعمار النقطة الثانية كذلك نيجيريا التي كذلك تعتبر دولة تواجه مباشرة انعكسات الانهيار الأمني في المنطقة وخاصة في مصالحها ومكاسبها الاقتصادية على مستويات مختلفة وهذه الدول نيجيريا وجنوب إفريقيا تشكل كذلك قوى يعتد بها في القرى الإفريقي يمكن أن تكون سندا للجزائر في إطار بلورة هذه المقاربات ولا أحصر فقط في هاتين الدولتين بلورة الرؤية أيضا من خلال الجانب الاقتصادي مدى يمكن أن يقدمه أنبوب الغاز العابر للاوروبا من نيجيريا عبر الجزائر هل هذا يمكن أن يكون أيضا من بين الاسوس التي تقوم عليها المقاربة الجزائرية في تمكين الدول من الاستفادة من هذا المشروع الاقتصادي شوف المقاربة الجزائرية واقعية ومقاربة دقيقة ومقاربة تنم على أنه كان تشخيص واقعي لطبيعة التحديات وكيفية معالجة هذه التحديات المقاربة الجزائرية مبنية على منطلقين السلم والتنمية لا يمكن صناعة الاستقرار إلا من خلال التنمية ولا يمكن كذلك الوصول إلى تحقيق التنمية إلى من خلال صناعة الاستقرار وبسط مبدأ السلم في المنطقة إذن هذان الوجهان لعملة واحدة أو هذه المعادلة المركبة من العنصرين هي المنطلقة التي تنطلق منه الجزائر أنه إذا أعرضنا الوصول إلى تحقيق نتائج إيجابية على هذا المستوى يجب أن يكون هناك حمل على تحقيق هذا المدوء واعتقد أنه سيد الرئيس كان في القمة إفريقية تحدث على إن شاء الله وكالة جزائرية الدولية للتضامن والتعاون الدوليين وهي موجودة اليوم وتطلع بهذه الأدوار في هذا السياق ولذلك نحن نتكلم عن أن الجزائر اليوم هي تسير في إطار تحقيق هذه المقاربة أو على أقل في وضع هذه المقاربة على الطاولة ليس من خلال الطرح وإنما كذلك اليوم هي مقرونة بالفعل وبالأدوات لأنه مهم جدا كان ما يعاب سابقا أننا نتحدث على أن نقدم الطرح لكن لا نرفق هذا الطرح بالأدوات الكفيلة اليوم نحن نتحدث على ضرور وجودنا وحضورنا قد نتحدث على مشروع عمبوب الغاز قد يكون عينة أو قد يكون نموذج لكن نحن نتحدث على أبعاد أخرى أكثر من هذا وهو أن يكون هناك أدوات مقرونة بالأدالي الدبلوماسي وبالفعل الدبلوماسي لتحقيق هذه الأهداف وهذه الأبعاد الاستراتيجية ماذا يمكن للوكالة الجزائرية للتعاون والتضامن الدولي في هذا المجال؟ أعتقد بأنه يمكن لها أن تحقق الكثير في إطار المقاربة والطرح الذي قدمه السيد رئيس الجمهورية بأن تكون مرافقة مشاريع بأن تكون كذلك تقديم مساعدات بأن تكون كذلك مرافقة حتى كذلك في عدة مستويات وأعتقد بأنها مؤهلة بأن تكون النقطة الفارق أو الأداة التي تدعم السياسة الخارجية الجزائرية في تحقيق هذه المقاربة ومقاربة السلم والتنمية دكتور أحمد ميزاب باحث ومحلي في القضايا الأمنية والإستراتيجية شكرا لحضوركم معنا اليوم في إضاءات شكرا وأنا أعتز وسعيد جدا بأن أكون معكم في هذا الفضاء شكرا دكتور سيداتي وسادتي نلتقي بكم في وقت لاحق من الأسبوع القادم إلى ذلكم الحين شكرا لكم وإلى اللقاء اشتركوا في القناة